سيدة فاضلة حاصلة على شهادة متوسطة كانت تعمل موظفة وبعد زواجها بأعوام أصر زوجها التاجر على تركها لعملها فوافقت واكتفت برعاية ابنيها هادي وعمره 13 وأحمد وعمره عشرة أعوام وبعد عامين سقط الزوج مريضا بعدما خسرت تجارته خسارة كبيرة ثم توفي من أثر الصدمة فتحملت الزوجة المسؤولية قامت الزوجة بشراء مجموعة كبيرة من البط من مختلف الأصناف لتقوم بتربيتها داخل بيتها وقبل صلاة الفجر كانت تستيقظ وتظل تدعو الله ثم تصل الفجر وتضع البط في قفص وتذهب به إلى السوق وتجلس لتبيعه كان ابنها الأكبر هادي يخجل من عمل أمه وكثيرا ما دعا بعدم استيقاض أمه كي لا تذهب إلى السوق لأن أصحابه كانوا يعيرونه بعمل أمه ولكنه ولحبه الشديد لأمه لم يطلب منها ترك هذا العمل وإنما سألها لماذا ترفض أخذ نقود ممن يقرضها أو يتصدق عليها فابتسمت وذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وحديثه أيضا لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه وفي أحد الأيام وأثناء خروج الأم بعد صلاة الفجر وهي تحمل قفص البط فوق رأسها سقطت على الأرض فنادت على هادي ليأخذ بيدها فجاءها وأخذ بيدها وشاهدها وقد التوت قدمها فظل يبكي لأنه ظن أن أمه سقطت بسبب دعائه ورغم ألم قدمها حملت القفص على رأسها بعد أن ربطت قدمها بقطعة قماش وذهبت إلى السوق وهي تعرج وفي أحد الأيام مرض البط ثم مات فظلت الأم تبكي بشدة بينما كان هادي سعيدا لأن أمه لن تذهب للسوق بالبط وتسأل بدهشة لماذا تبكي أمي؟ وبعد يومين عرف هادي لماذا بكت أمه عند موت البط فعندما طلب منها دفاتر جديدة أو ملابس أو حتى طعاما لم يجد معها نقود لقد شعر بعد موت البط بالعجز الذي وارته أمه عليه وظلت تشعره بالأمان وهي سعيدة مهما عانت لقد علم أنه لم يكن من يتحمل كلام الناس بل هي التي تحملت انتقاد الجميع فرغم أنها كانت موظفة ثم عاشت في رخاء مع أبيه لسنوات إلا أنها لم تخجن من بيعها للبط لأنها أرادت أن يعيش وشقيقه في سعادة لذلك نهض هادي واحتضن أمه واعتذر لها وهو يبكي ثم ودون أن يخبرها ذهب إلى التاجر الذي تشتري أمه البط منه وأخبره بما حدث للبط وبحزن وتعى بأمه وطلب منه أن يعطيه مجموعة من البط وسيدفع له ثمنها بعد بيعها فوافق التاجر وأعطاه ما يريد ودون أن تشعر أمه وضع البط داخل القفص وبعد صلاته للفجر حمل القفص على رأسه وذهب به إلى السوق وجلس ليبيعه كأنه تاجر كبير وبعد أن باع كل ما معه ذهب واشترى طعاما وفاكهة وحلوى لأمه وأخيه وعندما علمت الأم بما قام به فريحت كثيرا وعندما شكرته وعدها بأنه سيقوم بتربية البط وبيعه في السوق معها في العطلة وسيقوم بإراحتها والإنفاق عليها بعد تخرجه ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دخل رجل إلى أحد فروع الهايبر ماركت البريطانية الشهيرة المنتشرة في ماليزيا واشترى أطعمة وفواكهة عادل مئة دولار وحاول الخروج بها خلصة دون أن يراه أحد فاقترب منه مدير الفرع وهو شاب مسلم تقي واسمه رضوان حيث كان يتابعه مع الأمن على شاشات كاميرات مراقبة فبكى الرجل بعدما أسقط ما في يديه واعترف فورا بأنه كان ينوي سرقتها فهدأ رضوان من روعه وطلب منه معرفة السبب الذي دفعه إلى ذلك فأخبره الرجل بأنه ترك عمله منذ مدة لرعاية زوجته وأولاده الثلاثة إذ كانت زوجته قد أنجبت حديثا وأصيبت بغيبوبة كاملة بعد الولادة طلب رضوان بقاء الرجل داخل المحل وذهب مع أحد أفراد الأمن إلى منزل الرجل ليتأكد من صدق روايته فلما تأكد من ذلك عاد إلى المحل وأعطى الرجل الأشياء التي كان ينوي سرقتها ومنحه مبلغا من المال وعرض عليه وظيفة في الهايبر ماركت وتكفلت الشركة بنفقات التحاق أطفاله بالمدرسة كل ذلك على عكس ما كان يريد رجال الأمن بالهايبر حيث كانوا يريدون تسليمه للشرطة التي ستلزمه بالدفع ومقاضاته أمام المحاكم غير التشهير به إلا أن رضوان قام بما قام به على مسؤوليته الخاصة ومنع رجال الأمن من إلقاء القض عليه وبعد أيام قليلة عرفت قصة تصرف رضوان الإنساني مع الرجل وهزت ماليزيا بأكملها ووصل صداها إلى مقر الشركة الرئيس في بريطانيا ونشرتها وكالات الأنباء العالمية وعندما سأل رضوان عن سبب تصرفه الإنساني مع السارق قال لهم إسلامنا دين رحمة وهو يأمرنا بنجدة المضطر والوقوف بجانبه فالرحمة قبل العدل لأن الرحمة تفتح أبواب الرجاء والأمل وثمارها أكثر نتاجا من نتاج العدل وقد دعان الله سبحانه إلى الرحمة في كثير من آيات القرآن كما قال رسولنا الكريم من لا يرحم لا يرحم وبعد هذا الحوار تعرف الكثير من غير المسلمين في بريطانيا وحول العالم على الإسلام ومبادئه وبفضل من الله أعلن المئات إسلامهم باختناع كامل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حض عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم